منا فروس صلاح ولقاء مع أحد المصابين حقيقة نجم الفريق مروان سرحان اتفضل لفروس من جديد ده بجد تحية بالكابتن هيسم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقناة النادل آلي في كل مكان طبعا بالفعل زيما حضرتك قلت كابتن هيسم واحد من النجوم للنادل آلي للكابتن مروان سرحان واحد من العبين اللي النهاردة كان حريص ان هو يكون موجود ويساند ويقازر فريق للنادل آلي ولعاب النادل آلي كابتن مروان تحية الكابتن هيسم السعيد الكابتن قيدار هنداء وكابتن خالد مصطفى وفي البداية ألف مليون سلامة ويعني سلامات من كل جماهير النادل آلي الله سلامك الله سلامك وسلامي للكابتن هيسم وكابتن قيدار وكابتن خالد والحمد لله طبعا كلنا سكوا في الفريق وأي حد موجود حيقدر يشيل ويكمل في المطشرة اللي جاية حتى الغيابات ترجع يعني إيهاب إن شاء الله فضل له حياة قليلة ويرجع أنا بالنسبة لي مطول سنة يعني ممكن ستة أسابيع كده بس إن شاء الله خير يعني كابتن مروان الإصابة على قد ما بيبقى فيها لحظات صعبة وبتبقى لحظات حزينة وغير سعيدة لكن بيبقى فيها الدور المعنوي شايف التفاف الجمهور اللعبين الجازي الفني النادل آلي تقب دي من الأمور اللي بتدل على قيمة المكان اللي أنا موجود فيه طبعا 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 الإصابات دي جزء من اللعبة فما فيش حد يقدر يعني مش بيه ده أي حد يعني الحمد لله نصيب ويقدر فبناتقبلوا وزي ما قلت لك يعني الناس كلها كانت حريصة طبعا طبعا تطمن عليها في الفيديو مني اللي فاتوا دول وإحنا كلنا موجودين طبعا مورا الفرق إن دي فرقتنا إحنا جزء من الفرقة فإحنا لازم نكون موجودين طبعا في التمرين في الموتشوب بنأذر فرقة بنأذر لعبات صغيرة اللي موجودة فده طبعا حاجة أساسية يعني يعني من أقرب الأمور أو أقرب الناس اللي ليك في وقت الإصابة عارفين بيبقى فيه دور للبيت اللعبين يعني قربنا برضو من الأمور دي يا كابتن نامرون لا الله هو أول ما الموضوع حصل حصل في التمرين يوم الاثنين فلا كل اللعبة أخواتي يعني كلهم رايبين مني أقربهم مني عمر عزب طبعا إحنا بقنا خمس ست سنين مع بعض بس لأ كلهم جمزروني وسألوا علي يعني طبعا إهاب عمر الجندي عمر طارق مودي طبعا جمال كان بيتابع معي على طول فلا إحنا لعبة كبيرة يعني طبعا الناس كلها رايبهم من بعض وإخوات يعني زي ما بيقولوا فالحمد لله الحمد لله وفترة أتعد بإذن الله كابتن مرون حاليا دلوقتي بنية الخطوات اللي إحنا ماشيين عليها في التعامل مع الإصابة نعرف فيه دور كبير جدا بيقوم بالجهاز والطب في النادلال طبعا إحنا في الأول كان أخذنا رأي اتنين دكاترة كبار يعني كان فيه رأي عملية رأي مش عملية فالحمد لله إحنا أخذنا الرأي لو هنمشي كده بالجبيرة محطوطة ست أسابيع وكل أسبوع بنعمل أشعة نتطمن على الكسر اللي موجود بيلحم وبيلم يعني في المكان الصح فكل أسبوع بنتابع بقى مع الجهاز الطبي وأأمل يعني أنه إن شاء الله الأشعات اللي جاية يكون الوضع يعني في وضعه الصح وبتلم على خير يعني بإذن الله كابتن مروان كابتن هايسم الكابتن قيدار الكابتن خالي مصطفى كل من في الاستوديو كل الجميل بتتمنى لك السلامة وإن شاء الله ترجع بألف سلامة يا كابتن مروان شكرا لكابتن هايسم والناس كلها في الاستوديو شكرا كابتن هايسم ده كان لقاءنا مع الكابتن مروان سرحان لعب فريق النادي الأهلي يتمنى له السلامة يا رب بإذن الله يرجع بألف سلامة دي كانت كل الكواليس من هنا وبعد مبارات الأهلي وسبورتنج وفوز النادي الأهلي على سبورتنج بالنتيجة 76-44 من جديدة تعود الكلمة للكابتن هايسم السعيد وضيوفه الكرام زميلة عزيز فرقو صلاح بشكرك شكرا جزيرا